أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوي الـ 44 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة سي 17 وطائرتين سي 295 تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الثلاث التي حملت 44 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية وتأتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشام ثلاثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة برا عبر معبر كرام أبو سالم وجوا عبر عملية طيور الخير حوالي 3328 طن من المساعدات